السلام عليكم نجوهر المهم الأخوان دينا في القناة الوكيل أعمال لللاعب دينا المغرب المتقلق أصرف حاكيمي عليخاندرو كامانو الوكيل دينا قال باللاعب مرتاح في أنتري ميلون بحيث كما عارفين علي دي من الصحق والأزمة المالية عن أنتري ميلون يقدروا سيفطوعوا ويبيعوا الفارق تيلسي أو العرسونال خرجنا الوكيل دينا عليخاندرو كامانو بادل أدراء الخوش وقال إن أصرف حاكيمي مرتاح جدا في أنتري ميلون ونستمتع وتحتقيات المدرب الرعي أنتوني كونتي بحيث أكد صريحات إداعية عبر رادي وكاسكاس أن أسلوب كونتي يناسبه جدا وهو مرتاحي لعب حد مع النارات زوري وأن هذا الأسلوب سيمنحه المزيد من التطور ومن الخبرة ليصبح أفضل وأقوى في القادم الأيام والسنوش وعندما نسؤل كامانو إن كان حاكيمي سيلعبه مستقبل النادي نابول إيطالي خصوصا أن الوكيل ديالو كيحب وكيبغي نادي لدرجة كبيرة بحيث قال الوكيل ديالو لما لا نابولي الفارق الأحب إليه والأقرب إلى قلبي يعني كده لا راسه يعني الوكيل يولد كل هذا الهدرات وفيه لاعب أفضل لاعب في التاريخ دياغو أرماندو مارادونا لهذا لا نستبعد أي شيء وكل حشي ما نتوارده في المستقبل يعني بغي يقول بالمستقبل أصرف حاكيمي أي حاجة توقعها وأي فارق قدر يمشي لهم لا يوجد مشكلة مع هذا فارق وقال باللي مرتاح جدا لعب دينا أصرف حاكيمي في هذا الميران وخصوصا متناسب مع الأسلوب ديالو كيناسب هو مرتاح معه وكيلي سيجعله يعطي التطور وخيبرة كبيرة في الأيام القادمة وكما يعرفنا حاكيم يقدم موسى عالمي مع لانترب حيث أنه في أي ماتش كتحسس بمساعدة ديالوك وعيد من المورايات كان غادي يتسجل وحاليا يمسجل مع مسجد الأهداف وعطي عديد كمالة حاسيمة يعني موسيم جميلة مع نارة زوري ومع الأخوة تشكين وهذه الغدرة ألي خاندرو كمانورو كيلي صرف حاكيمي وهذه الغدرة اللي قال اللي قدر يمشي لنابولي في المستقبل وهذه اللي قال انقلب لي لي ملا لا ينس سبعد أي شيء في كورة القادمة وفي المستقبل وهذه اللي كان الأخوة تكمل عادة إلا عجبكم برانر كعارفون شديره وكان معكم مروان إن شاء الله وليفرازكم